استؤنف العمل بمعبر رفح البري اليوم وذلك لاستقبال جرح قطاع غزة وحاملي الجنسية الأجنبية والمرضى ومرافقهم بعد فترة توقف أمس لأسباب تتعلق بالجانب الفلسطيني كما أرسلت مصر الدفعة السابعة عشر من المساعدات الفلسطينية لمعبر العوجة التجارية تمهيدا لإدخالها لقطاع غزة عبر معبر رفح الفلسطيني بواقع 96 شاحنة مساعدات تحمل أدوية ومستلزمات طبية وخياما وأغذية ومياه وحليب أطفال